الرحمن الرحيم اهلا بكم كلهم تابعيني الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة الكلام اللي هقوله لحضراتكم ده متأكد ان ما فيش حد على اليوتيوب كله وعلى والسوشيال ميديا قاله لحضراتكم هقول لحضراتكم على تحذير خطير جدا لكل حامل البطاقات التموينية والاول مرة حده يقولك اوعد طلع الكرت الموحد الجديد لانك هتتحزف تماما من التموين الحكومة ضحكت علينا هل بالفعل الحكومة ضحكت علينا واحنا دلوقتي بنروح لانه خلاص هنتحزف من التموين ولا لا هقول لحضراتكم بمنتهى الصراحة والامانة اللي ممكن تعمله خلال الايام اللي جاي عشان ما يتمش استبعادك تماما من المنظومة تعالوا مع بعض نشوف ايه هي الحكاية ولكن ياريت لو حضراتكم مش تركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد اول حاجة هقولها لحضرتك وللامانة خليك عارف ان الحكومة مديحكتش علي حضرتك ولا حاجة الكلام ده احنا عملنا بيه حلقة من عشر شهور او يمكن حداشر شهر وقلنا لحضراتكم ونبهنا حضراتكم بمجرد ما الحكومة او بمجرد ما وزارة التموين بدأت تقول عن الفئات اللي هيتم حسفها خلال الايام اللي جاي من التموين قلتها لحضراتكم ساعتها وهي اللي بتطبق دلوقتي وانت لو رحت علشان خاطر تطلع الكارت الجديد وانت من الناس دي فعلا هيتم حسفك من المنظومة بمجرد ما يتم الاعلان عن محافظتك طبعا للي مش عارف الكارت الموحد الجديد بتاع التموين ده هيكون بديل للبطاقة التموين الخضرة المعتادة اللي معانا كلنا في المنظومة الحالية اللي بعد كده او بعد كم يوم هتكون المنظومة القديمة وبعد اتخاذ الدولة قرار بتنفيذ المنظومة الجديدة والتحول من الدعم العيني للنقدي خلاص خلال الايام قليلة هتكون البطاقة دي شيء لا يعتدي بيه يعني ملهاش لازمة طيب ايه مميزات المنظومة دي كل واحد ووجهة نظره الحكومة بتقول لحضرتك انه هيكون افضل للمواطن والحكومة بالحكومة بتقول ان هي طبعا هتقضي على الفساد والسرقة والمحسوبية والاهضار في الموازنة العامة او المقدرات التموينية والحقيقة ده ممكن يكون حقيقي جدا بالنسبة 100% ولكن زي ما قال وزير التموين الأسبق المواطن لسه مش متخيل ان الموضوع ده في صالحه ليه لانه بقاله حوالي 30 او 35 سنة بيروح اول كل شهر ياخد التموين فعمره ما هيستوعب الموضوع غير لما يجرب المنظومة ويحس انها بالفعل طلعت حقيقية او طلعت شيء كويس وبالفعل بيوفر ليه اي شيء ايا كان بس ايا كان هي في صالحك او مش في صالحك هي خلاصها تطبق واتخذ القرار بيها بما انه وزير التموين اعلن عنها امام لجنة في مجلس النواد طيب لازم تكون عارف انه كارت الخدمات الموحد ده ليس اجباريا ودي افضل حاجة في الموضوع كله وده اهم شيء واهم تحذير هقوله لحضرتك دلوقتي وهي انه لو حضرتك عارف انك لا تستحق اوعى تروح تطلع الكارت الجديد لانه بمنتهى البساطة حضرتك هتستبعد تماما وهتطلع لا تستحق لانه لو انت من الحالات اللي هقولها دلوقتي فبالفعل حضرتك لا تستحق طبعا كلنا عارفين ومنكم اللي سمع دلوقتي ان الحكومة عاملة فئات جديدة هيتم حسفها من التموين متأكد انك ما كنتش تعرف اصلا وممكن حضرتك للأسف تكون منها حضرتك عادي جدا تكون ممكن تكون من الفئات اللي هقولها دلوقتي ولكن لسه موجود لحد دلوقتي محدش يعرف عنك حاجة وموجود بالفعل في المنظومة الفئات اللي انا هقولها لحضرتك دلوقتي لو حصل اي شيء للبطاقة بتاعتها وراحت تطلع الكارت الجديد او حتى تطلع بدل فائد او بدل تالي فيه قرار متخز ان الناس دي هتستبعد تماما فما تبقاش انت اللي رحت لحد عندهم برجليك لانه هيتم استبعادك مفيش كلام فلو انت من الناس اللي هقولها دلوقتي ما تروحش تطلع الكارت الجديد اصلا فيه نية واضحة في عملية التنقية لما لما حضرتك تروح لاستغراج البدل التالي في او الفائد زي ما قلتلك هيتم استبعادك طيب ايه هي الفئات قبل ما اقول لحضرتك الفئات دي عايزة من حضرتك تعمل شير كتير جدا للفيديو عشان تحذر غيرك زي ما احنا حذرنا حضرتك دلوقتي لانه الناس ممكن تروح وهي مش واخدة بالها خلي بالك اي حد عنده فطورة كهرباء او فطورة محمول بتتجاوز ال600 جنيه لازم يحاول يقلل استهلاكه خلال الشهور اللي جاية لانه هيتم استبعاده من المنظومة مفيش كلام ومجرد ما يروح يطلع الكارت هيعرفه ان انت حضرتك فطورتك الكهربائي او فطورتك السوري او فطورة المحمول بتاعتك 600 جنيه اصلا الكارت مش هيطلع ليك خالص فلو انت عارف من الناس دي انت وانت مش قادر تقلل استهلاكك لفطورة المحمول ما تروحش تطلع الكارت الجديد خليك في الكارت الاخضر القديم العادي لو حضرتك بتمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى في الاول كانت 2018 ودلوقتي نزلوا بيها سنة كمان فبقيت 2017 عارفة ان حضرتك دلوقتي عندك اهو عربية موديل 2017 او اكتر ومع ذلك لسه موجود في المنظومة هو ده اللي انا بقوله دلوقتي ولا انا بقصده مجرد هتروح هيكون معروف ان حضرتك عندك السيارة دي ولا هتاخد القديم ولا الجديد اللي بعد كده اللي استهلاكه في الكهرباء في البيت يتعدى الالف كيلو واط حد هنا هيقول لي طيب انا هعرف ازاي اصلا انا بتعدى الالف كيلو ولا قالي من الف كيلو ولا ايه بالزبط هقول لحضرتك ان 8 الكيلو في الكهرباء المنزلية واحد جنيه يعني لو فطورة حضرتك الف جنيه هيتم استبعادك تماما الحاجة اللي بعد كده او الفئة اللي بعد كده وهي سارقة طيار الكهرباء وللأسف اللي كمان عندهم الكهرباء ممارسة هم دول او دون ان شاء الله هيتم توفيق اوضاعهم خلال الفترة اللي جاية وهيرجعوا تاني للمنظومة فدول ما فيش عليهم خطورة اوي حاجة اللي بعد كده واللي قلتها برضو من 10 شهور انه حضرتك يكون عندك 6 شهور ما صرفتش تموين يعني بقالك 6 شهور ما صرفتش سلع تموينية ولا خبز البطاقة ما تفتحتش بالمعنى البلدي حضرتك لو انتي مش من المحافظة وده السبب ان انتي ما بتفتحيش البطاقة او ما بتستخدميش البطاقة ارجعي لمحافظتك ولو مرة واحدة كل 3 شهور بعد كده هتبدأ تجديد لمدة 6 شهور جديدة وهيتم ضمك عادي جدا تاني للمنظومة لكن لو ده حصل وحضرتك روح تستخرج الكرت الجديد هيتم حسفك تماما اصلا من المنظومة وصول متوسط مصروفات المدرسة للولد الواحد او الطفل الواحد 20 الف جنيه يعني يكون عندك حد من الولاد في مدرسة انترناشنال حد من الولاد او مدرسة تانية او تجريبي ايا كان فيه هنا حد يقول منين هيعرفه لازم تكون عارف حضرتك دلوقتي يبقى فيه ارتباط بالبنوك المصرية في حسابات معلنة بيتم دفع المصروفات عن طريقها مش حضرتك اللي بتدفع لا هو اللي بتدفع ضريبه عن طريق المصروف الحسابات المعلنة دي وهنا بيتعرف مصروفات الولد كام وساعتها للأسف هيتم استبعادك برضو من المنظومة هو مش هيحط شرط مش هيعرف يوصل به لبيانات لما بيحط شرط بيبقى عارف ان هو هيوصل لقاعدة بيانات هتوصله للمعلومة دي طبعا انا مش هروح اقول ان ابني عنده بيدفع 20 ألف جنيه لكن هو عارف انه هيوصل انه ابنك بيروح مدرسة بيدفع فيها المصروفات 20 ألف جنيه علشان كده حط الشرط ده يعني معنى كده انه عنده ارتباط بكل مدارس مصر وعنده قاعدة بيانات كاملة متكملة حاجة اللي بعد كده والحقيقة الفئات اللي جاية كلها المفروض ايوة ما تاخدش تموين وقلناهم قبل كده اصحاب السجل التجاري اللي يقدر بعشرة مليون جنيه والحقيقة ده لا يستحق طبعا ازيزة الزيت وكيس السكر الغلابة اولى بهم اللي بيدفع ضرائب في الشهر 100 ألف جنيه حضرتك او حضرتك عندك عمل خاص والعمل ده بتتفعيله ضرائب ب100 ألف جنيه تقدر ب100 ألف جنيه ايا كان البيزنس بتاع حضرتك اللي عنده حيازة لأرض زراعية 10 أفدنة يعني حضرتك عندك 10 أفدنة زراعة حضرتك لا تستحق لا تستحق للتموين وطبعا الحكومة هنا سواء في الفئات الاولى او في الفئات اللي انا بقول عليها دي برضو ما زلت بقول تاني مديحكتش على حد بقلنا كتير جدا بنقول الموضوع ده فاكرين لما كنت بقول لحضراتكم ما تسبيش كارت العيش بتاعك او ما تسبيش بطاقة التموين بتاعتك عند بدال التموين او عند بتاع الفرن بتاع العيش في الفترة دي الناس كلها كانت بتقول هي ليه الحكومة بتعمل مع الناس كده طيب ما هي الحكومة قالت لحضرتك قبل كده بلاش تعمل كده انت بتديله فرصة ان هو يسرق الدولة بيقدر انه يزيف الحقائق وبيقدر انه يضرب البطايق مرة واثنين وثلاثة وبيقدر يسرق حضرتك ويسرق الدولة هو ده سبب تغيير المنظومة او هو ده سبب الاستبعاد للناس اللي اه الى حد ما ضبطت الكرود بتاعتهم او البطاقات بتاعتهم عند فرن العيش وبترجع بعد كده الناس تزعل ويقولوا احنا ما كناش نعرف لا احنا بقالنا شهور بنقول لحضراتكم في فئات هيتم استبعادها في الفترة اللي جاية مش بقول لحضراتكم الكلام ده علشان بنخالف قرارات الحكومة لا خالص بقول لحضراتكم الكلام ده لانه في الجحل بالمعلومة بيخلي انه ناس كتيرة جدا الى حد ما بتكون مستحقة للدعم ده وبعد كده للأسف بتفقده زي انه حد مسلا يكون ما بيصرفش للسلع التموينية مدة 6 شهور غصب عنه او حد من صارق الطيار الكهرابي او اللي عنده فطورة كهرباء 600 جنيه فخلاص بلاش الكارت الجديد حتى لو كانت في مميزات جديدة وخلال الايام اللي جاي هنقول لحضراتكم الكارت الجديد ده في مميزات كويسة ولا لا ولانه مش كل الكروت هتكون واحدة دي 3 الوان في كارت اصفر وكارت احمر وفي كارت ابيض ومش كل فئات من الدخل هتخذ نفس الكارت خلال الايام اللي جاي هنقول لحضراتكم على تفاصيل المنظومة بالكامل ومجرد ما يتم الاعلان عنها بشكل رسمي ولكن حبيت احضر حضراتكم لاني عارفة ومتأكدة محدش هيقول لكم الكلام ده بتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضراتكم وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس ان شاء الله على خير هنتقابل في فيديو جديد فأمان الله